السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن نتعلم كيفية إضافة image أو صورة للوب بيج أو HTML document حتى ننضيف image نستخدم تاكل IMG وأيضا نغلقه بهذا الاسطب هذا هو التاكل اللي يستخدم لإضافة صورة إلى الوب دوكمنت داخل هذا حتى نخلي الصورة تبين نحتاج مجموعة من الأمور أول هو أهمها هي SRC اللي هو شون نقدر نقول Attribute تأشر إلى إلى الامج هنا يعني نضع link الرابط للامج أو اسم الامج إذا كانت بنفس الفايل أو الفولدر بعد هذا نستخدم الالت هذا الالت هنا حيكون عندي تكست هذا التكست يبين إذا الامج متظهر إذا كان مثلا الرابط خطأ أو الامج محذوب فغير موجودة بعدها نقدر نضيف صفة أخرى وهو الwidth الwidth يعني من اسم نبين هو عرض هاي الصورة وأيضا نقدر نضيف الheight اللي هو ارتفاع الصورة بالبيكسلز بعد عدنا أيضا نقدر نضيف شيء خياري اللي هو title هذا التكست يظهر لما نخلي الموس فوق الصورة خلي إلى النتروس هساني عندي بنفس الفولدر عندي الامج فحكت فقط اسمها اللي هي HTML5 logo .png على ما أذكر المهم إذا كان أنا كتبت هسا على فرض إنه إذا كان أكو شيء هنا خطأ التكست اللي لحكتبه هنا أنا حيظهر خلنكتب في التكست معبر مثلا نقدر نقول HTML5 logo image أي شيء حسب الحاجة خلي نخلي العرض ما لا تخلن خلي مثلا 260 بيكسل فالشيء تقديري من عندنا الارتفاع خلي نخلي 200 بيكسل على سبيل مثلا بيكسل التايتل خلنكتب مثلا HTML5 image الآن الآن هذا التاق خلص عندنا مع الصفات مالتي إذا أسيف وأجيب الوبفاج مالتي لاحظ إذا أسوي refresh تلاحظ إنه هذه الصورة ظهرت عندي اللي هي HTML5 in Arabic اللحظة الآن إذا سويت الآن مثلا خطأ بالكتابة هنا نحن نسيب المثال وأسوي save أرجع أسوي refresh لاحظ إنه الإمج ما موجودة لأنه الاسم غير صحيح بس ظهر عندي منه ظهر عندي الكتاب اللي كاتبها بال الض الض أهن هنا فنرجع نصلح هذا اسم الصورة أو الرابط ممكن يكون إذا الآن أنا إذا أردت عندي منه أوكي 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 بعد شنو عدنا على سبيل المثال لحد الآن أوهن خلي أيضا نشوف شنو التايتل لاحظ إذا خليت المواصف فوق الصورة أنت ضلعت شوية ظهر هذا بالعلامة الصفرة HTML5 هذا هو التايتل وهذا يواضح بعد عرض الصورة طبعا أنت مو لازم دائما تخلي عرض وارتفاع ممكن تحذف أحدهم الثاني حيكون تلقائي لاحظ الآن طبعا أوكي حسا لو صغرت هاي حتى نوضع حتى نخلقها هاي 100 سوي save لاحظ عندك الارتفاع ما للصورة احنا حددنا العرض ارتفاع الصورة تلقائي صح ما تحتاج هذا يمكن شيء مهم يكون حتى نلشوه الصورة خلي نسوي شيء أخير قبل ما أنهي فقط أجيب رابط لصورة مثلا خلنكتب HTML5 فقط نسوي الشكل نروح إلى الامج نروح على هاي مثلا الامج ننتظر اللحظة لاحظ الآن هذه رابط الصورة إذا أخذ ها أبد أبدل مالتي اسم الصورة أخلي هذا الرابط هذا هو رابط الصورة اللي جبناها من الانترنت الآن إذا سيفت أرجع إلى مالتي البراؤزر الآن أرجع اللي هنا إذا سويت refresh لاحظ الصورة تبدلت جدت الصورة الموجودة اللي جبناها من الانترنت بشكل مباشر هاي كافية إضافة الامج بال HTML5 ونشوف كم نحن بدرس قادم مع السلام اشتركوا في القناة